موسيقى مشاهدينا نحييكم من جديد ما زلنا معكم في الحوار ما بين الملاعب والانتخابات كلاهما صباق يعتمد على التنافس لكن في وقت من الأوات تمنينا أن الانتخابات تصل حتى إلى مستوى التشجيع في الملاعب قديما مش دلوقتي لأنه ما فيش مشجعين ولا فيه جمهور في الملاعب لكن في كل الأحوال نعول على المرحلة الثانية خلينا أدخل معاك فيه قضية رياضية وبعدها قضية سياسية أزمة باسم مرسي يقول البعض أنك لم تتصرف فيها كرئيس نادي طرباوي يمكن أن يحنوا على اللاعبين بدلا من إهانتهم على الشاشة ويعني إطلاقت عبيرات يفهم منها السب بالأم يعني مما جعل اللاعب يشعر بالإهانة لماذا؟ أولا أنا لما أتعرض لأم باسم الحاجة المحترمة أنا دايما عندي حلفان وحيات أمك دي دايما عندي على فكرة وحيات الخاصة تقول معنا عاديين دين بقولوا حيات أمك وحيات أمك حتى أولادي أنت باسمعنا عنها دا أحمق أحمد دا أحمد مرتضى أستاذ عمير مرتضى أه بس مش على سبيل السب يعني إنه يعني وحيات أمك أغلى شيء يعني وحياتها باسم من أفضل اللاعبين في المسم اللي فات وباسم أنا اللي جبته من الإنتاج الحربي لكن ما ينفعش باسم يجيلي ليلة ماتش كان ماتش النجم الساحلي على ما أعتقد النجم الساحلي أه لكن ماتش هو النجم اللي فيه 3 صفر مش لما جالك البيت عشان يدخل جمهور الأولتراس لا جالي لا مجليش البيت هو جالي النادي ساعة 2 بالليل أه كان لأ النجم الساحلي لإني كان عندي الوافد بتاع النجم الساحلي كنت عملوهم حفل حشفوا حمام السباحة وتأخرنا بالليل لجات ساعة 1 ونص تقريباً 2 فجالي باسم ومعاه حازم إمام وأمر جاب فأنا اندهش تقلت لهم انتم تقلقين منين هو انتوا استعزينتم مع اسمحيل يوسف لا طب يا تأعيزيها لأ ده علاكتي بهم لأ العاكت أبي بإمه يعني تأعزين إيه جل فباسم قال لي سعد الرئيس عايزين أنا نبيعش اللي بكرة عندنا تدريب الألتراس يخش وأطول قصة الألتراس دولة باسم مجموعة من المقلمين خلاص ما عادش عندي ألتراس قال لي يوم ما بيكلموني والتزموها بقى مكويسين وبقى محترمين وبقى وبقى مفيش مشكلة كام واحدة بس قال لي حولتها التلف طول لغاية خمس ستلاف ستلاف خمس ستلاف ستلاف انا عندي مدارات ايلى السقوط عندي قرار بزالة كلمني سيد مدير الامن الجيزة وسيد حكم دار الجيزة قالولي ان في حوالي عشرة تلاف خمستاشر الف ولاد متجمعين عندي الحمداء الشديدية عندي باب التاني ده فانا روح تولهم حتى السورة اللي ممكن عندك بالترابيزة روح تولف له مع الترابيزة عشان انظم دخولهم يعني يخشوا من كذا باب اه شوفانا كده عشتفظ فلاقيت اولاد كده طلعوا المحبوسين كده موسخة يعني كده طلعوا المحبوسين يعني دخلنا في قضايا سياسية والمحبوس ده واحد بس سيد مشاخ اللي قاتلتين الزباط على الطريق اللي بتاع 6 اكتوبر الباية اللي روحت للأسف اتنازلتلهم لكن عدلت عن تنازلوا بعد كده بعد اللي عملوه في تونس واني وصلتوا ليه دلوقتي المهم في قضايا ده مش جيد بقى يشجعوا وانا هات الصورة تين وقفوصتهم كده لماعي حرص ولاماعي بتاع تعرف ان انا مخافش على المرابيزة سبحانه وتعالى بقاس ورحت نهازل قتقم الراجل يقرب من ناحية الباب بتنادي ورحت تمسك المكروفون سادة اعضاء النادي المحترمين في تدريب دلوقتي رحت مدخل ست سبعة تلاف من اعضاء النادي المحترمين دخلوا يشجعوا الولاد دي كانت اول واحدة تاني واحدة جالي تقرير من الامن الوطني انه باسم متفق مع الولاد بتاع الالتراس يروحوا الفندق يزفوهم وطلقين راحين الماتش وشماريخ والكلام ده كله طبعا انا متفق مع السيد وزير الداخلية رجل محترم جدا والسيد مدير وحس امن الدولة او مساعد اول وزير الامن الوطني اللي هو صلاح اجازي والسيد وزير الشباب الرياضة وانس خالد عبد العزيز النماتش ده هندخل اعضاء النادي وفرقة الرياضية عشان ما يحصلش مهزلة او الكلسة بتاع الساد الجفاع الجوي اه فانا كلمت اسماعيل يوسف فهو اسماعيل بالليل جاب باسم قدامه وقال له لا ما يحصلش الكلام ده العين راحوا برطة يعني اذا الكلام ما تسمعش لما جينا بقى وعلي جاب رتوقف يعني اه اه اطرد فاحنا عندنا عقوبة عقوبته رمع تقريبا مئة الف جنيه لانه بيخصر الفرقة كده هو اول جاي اللي قيم موجود انت عشرة عملت كده المهم فا اعلنت العقوبة فلاقيت باسم تقلقى في كل القنارات لن يعاقب علي جاب ولن اسمح ليا بجاب فال كانبنا مش عندي فا قلت له احد والدتك كانبنا مش عندي خالص باسم المواق محادسة بيني و الست والدتو بفاضلة وايتو محبك جدا وجباسم زي ابنك بالزبط اه انا سمعتا呀 بتتكلم مع الكابتن خالد الوقت فعيدة فاضلة يا يعني. وقال وطيلا عايز اطلعك عمرة فأتي باسم واحد وتانى باسم واحد وبعدين آآ باسم سافر المنتخب. آآ. طبعا جالي دواره مجموعة من اللعيبة يعني انه ابنك وبتاع. قلتهم انا ما عنديش مشكلة معا. انا عايز او قد عن الولاد دول. عايزوا ركز. دول مجرمين. دول عيال مجرمة. طب اقول لك حاكم. اتفضل الاساس. ده احمد شوبرة. الملطاج بتاعهم اللي انا اتنزلت له. خلاص. نخليك معايا يا سيدي. بس احمد خرج من السجن. عشان تنزلت له. بقيت لي برسالة بقول لي ايه بقى عشان تعرف ان البتاع ده وكراك الدماغه. اه نقول لي غالي بطلع رسالة. اه. مش هنساك انك حبستني اه. وخليت نصرف كل الفلوس يبقى في فلوسك ايه. المهم. وحاسب يا الله انا انا اتنزل له طلع. بس يا بيه بقى. شفت الراجل احنا سرقنا السجان بتاعته ده بقى. ها. بقيت لي بقى النهاردة بقول لي على فكرة. سوف اشهد ضدك. علشان كنت موجود ساعة الواقعة في مناسة القومية. بالحيطية لما ضربت الراجل بالرجل. خلي بالك. شو موجود. وفي شهود كانوا موجودين. ده دلوقتي اثناء الحلقة. ده من الصفحة بقى تقريبا. من الصفحة. ده تقول له ايه. ده مين ده? ده جمهور زمالك. مين الولد ده? ها. خلي بالك. ده اللي روحت تنزلتله عشان رمضان روح وروح. طبعا مفيش تنزل بعد كده خلص ده خش السجن اخد عقابه. المهم. نرجع بالباس. فا. فا. تكلمني بقى اه. بيقول لي. اه باسم اه معك. ما باسم. بتاعيش مين يا سحاة الرئيس. انت زي. المهم يعني. ده مين. باسم باسم. كانت روحه مع المنتخمة. في المنتخمة مع المنتخمة. وابسم ابني او خيال صغير. وعايزو يرجع تاني يا كيان. نهاردة كل في الماتش متاع النهاردة كل الناس النقال عاديين في البيرامج. قالوا باسم لا مش انت باسم متاع زمان. ركز. في حاجة مش مزبوطة. فانا عايز باسم يرجع ركز. احسن لعب في مصر. كان فاضل له هدفيني بهده في الدوري السنة اللي فاتت. احنا محتاجينه. ولو جالوا عقدة محترم في بلد محترمة تقبل زمالك. في انجلترا في اسمانيا في ايطاليا في المانيا. اهل رسالة. مانا سمحت لمحمد عبدالشافي برقم مع حسن ابريم حسن وحسن كان رفضيني. سافر في اهل يجده وسافر الراجل. انا مش هافر. ومحمد بريم قال لي عايز سافر وراح البرتغال ورجع. وراح راجع تاني. انا ما عنديش مشكلة. اي لعب عايز احترب السجيل وعا يليق بيه. لكن طول ما انت في زمالك ركز مع الفريق. ده ده انا اطلبه منه. انما دي مشكلة وانتهت. وانت بتلاقي بقى الناس بتحط النار على البنزين. وده درس خده باسم. ما عنديش آلترس. ما دي انا قلت لك الرسالة بتاع الولد هو. بصايع. خلاص. ده ما اتهم بالشرف القتل. اه. وشرف قتلي. وروح تتنزلت له. وبقيت بقول لي انا اشوفها عايزش اتزور. اه. بس ليه الامانة يعني المجموعة اللاعبين هم مش على علاقة بالالترا. هم عايزين يرجعوا اه الجمهور للملاعب وعاوزين يحسينوا علاقة. لانه مش كل الالترا اه سيدي. يرجع ويني يا جمهور. هناك مجموعات اه استخدمتها جماعة الاخوان. تمام. وهناك اه مجموعات اه تمارس البلطجة. لكن فيه مجموعات اه لا اه بتاعشق نادي الزمالك. ترجع والاهلي. ترجع تقول انا جمهور. انما اللي بيولع في الاستاد ده او يحرق اتحاد كورة او يروحية العمري فاروق. كان وزير الرياضة. او 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 اقتحم النادي الاهلي كل شوية. ويقل ادبه ميناك او اقتحم الزمالك. او ده يا 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 استاذ واقل ده اولعه في مشجع زمالكاوي. جهلو تويس. فالتر الزمالك راح طالع مولع في النادي الاهلي في جزيرة. ايه ده? مين دول? مين العيال الصيع دي في الابهاتهم? انا خلصت على اللي عندي. خلاص. قصة انتهى. لا يجرؤ يجا ناحت النادي. لا يجرؤه. فاضل بقى بتقول اهلي. عايز تبقى جمهور اهلا وسهلا. هو اللي حضر في النجم السحيلي ده. يا سبب انت لسه اهل هم الناس اللي حضروا ماتش الاهلو الزمالك في اين دول? مش مصريين? مش جمهور. لا ده جمهور الحقيقة اعطى اعطى نموزجا ودرسا. طب اقول لك حاجة تاني. في ماتش الكاس الاهلي دخل تلات تلاف واحد. الكاس الاخير هنا. اه. تمام? اكسم بالله. للفز بزيء. ولا غلطة. ولا قلة ادب. وتشجيع مساء اللي كان جمهور الاهلي. واخد بالك. وحنا دخلنا الف برضو بس ايه? ادب الدنيا. هو ده الجمهور. انما ما تكلميش عن عايل واخد بانجو بترامدول. ويقلع واخدوه ممال تودي ويضهروا للمدرج. للملعب. وعليين فاروق مغلوب ويقعد يغني. اه. يخلص اشتم الجيش يخش في الشرطة. يخلص الشرطة اشتم رئيس النادي بتاعه. يخلص ايس النادي بتاعه. يخلص اشتم لعبته. يخلص تقابته اشتم فيه. ايه ده? مين دول? وبعد ايه? يروح مكسر الكورسي. يخلص الكورسي. يحتلها برا الاستاذ. ايه عربية ايه? عربيةك مشى بالصدفة. يروح مولعلك فيها. ايه ده? مين دول? الدولة ثابتهم ازاي? وبعدين اللي يقول لي حوار ايه? ما احنا عملنا وفيه اكتر يا سوائل. من انا رحت. المحكامة قدام مستشار جليل معتز خفاجة. وكاننا في رمضان. اه. وقتنا فاندم بتنازل عن حبس الستين واحد. وطلعوا. راحوا مسافرين تونس. اشتروا شماريخ وقنابل ويفض. يسكت يسكت حكم العسكر. السيسي كزا. مش نقل مرتضى منصور. تمام? وبعدين. زعب التونسي محترم. مشك الحاجات دو كلها. البيه الكنسل في مصر الالترساوي اخوانجاوي اهلاوي. محمد محمود السابير الهاي دلوقتي. اللي متصور مع ادريسة بتاع الالترس اهلي. قالوا لأ سيبه ومدخلوا حاجات دي. فلما جيت انا اتكلمت في تلفزيون وقلت وزير خارية رجعه. قال لك لأ اخوانجاوي مشتمه في مرتضة. يا عم موافق. مش هتموش الجيش. مش هتموش الشرطة. مش هتموش السيسي. انا موفق على كل ده. طب وراجل زبية التونسي في فيديو موجود. قال لهم ليه? جي انت اشتموا بلدكو مصر ام الدنيا في تونس وابدين. هو مرتضى مصر ام الدنيا? يا سيادة الكنسل العام. يا سيادة وزير الخارجية اللي سايبه لغاية دلوقتي عمال يتنطط في تونس. الفرق بقى بينه بنروح شو بقى دبي وابو زبي. سفير محترم راح قابل العيب تلاقي اللي ينجيل ابو زبي. اه. سفير الكنسل العام قابلنا عشان احنا جينا على مطار دبي. شي راكم محترم ما سيبناش لحظة. انما ده اقول لك انا الترساوي. انا التخل الترساوي. انت لسه موجود في تونس متهبب ايه? واخبالك ييجي راجل ضعب يتقابل عندكو هتوقز شقوق الناس. قولهم كده. تشتم بلدك مصر ام الدنيا. خلاص? وبعدين. اللي قادي سفرت ازاي? اللي تنزلتنهم هم سفروا ازاي? اه. تزاكر تيران منين? اقام عشر تيام منين? خلاص? ليه ده طب مين اللي بيدفع زياد اموال? اسألوا بقى بتاع فهيتة قبل فهيتة والاخ اللي كان رئيس النادي والطرد. اسألوا الناس دي. يا بي انا عندي ورق هطلحولا كحمك شبرة ده. كاتب ورق. انه قابض من ممضوع عباس كده. استلمت من استاذ ممضوع عباس مبلغ الفين جنيه عشان اعمل كزا. ممضوع عباس لما ماشي سابه في درج المكتب اللي دارك كونيه عشان له هنعمل بيه بلغات. عيب. عيب. لا بس هاد ما اقول رئيس النادي الصابق يا تأمر بقول لك ايه. يا استاذ واقل رئيس النادي السابق. جاي تقرير وانا وريت لك التارير. اه. عندك. تسعمائة اثنون وثمائين مليون اهضار مال عام. ده رقابة دارية وجهاز مركزي لمحاسبات. تمام? قال لك انا متبرع باربعين مليون. بعد مال متبرع بيهم راح ضرب اقود انه ده كارد للنادي وعايزه. خلي بالك. كارد للنادي وعايزه. طب حضرتك كارد للنادي. عقد كارد يبقى فين? صورة عند النادي? وصورة عند حضرتك. طيب فين صورة النادي? مش موجودة. ماشي. انا خطاها عشان يا عمي القارد دوا. يبقى ماشي لازم تستأزم من وزير الشباب والرياضة. حال عند حضرتك السابق وزير صورة من العقد لا. راح ضرب اقود. وبالقود دي بتقولي بيحب النادي بقى? حجز على مستحقاتنا عند الهي الشركة الرعية. اه. حجز على مستحقاتنا في تحدي الافريكي. حجز على مستحقاتنا في البنوك. في الاتحاد زيادة التليزيون في تحدي الكورة. ده يبقى بيحب النادي? وانت داخل عايز تشتري لعيبة وتدفع مستحقات لعيبة? تبقى بتحب النادي لا حبه مش كده طيب حرجع تاني للسياسة وارجع تاني بعدها للرياضة فيه في الاستاذ عمر الشبكي بيتهم دكتور عمر الشبكي يتهم ان فيها عملية شراء اصوات والصوت بتسعمية جنيه للناخب الواحد في الدقي والعجوزة وقال انه الزملكوية بينتخبوني بيدوني اصواته اللي تضيقه عمرش؟ آقا طبعا نشان هو قال ده في في قناة الحياة فهـم عامر مش عارف يعني هي سيبه ريس نكة بتاعت قواب عمر黑 سوا ساحبه عبد الماجلز واؤلوى الماجلز دارة وهو احمد برطاقة او ماجلز دارة هتقول عمر الشبكي بسه ده ما هو اتكلم بقى نتكلم انا طبعا محتراملة لدكتور عمر الشبكي دكتور عمر المفروض حضرتك هو فيكة بقى لا دي كأتي من ضماص بلد عزيزة على نفسي يعني دكتور عمر المفروض حدك ما تتكلمش خالص ولا اسمع صوتك ليه بقى دكتور عمر محمد مرسي اختارك هو الاخوان عدو في اللجنة التأسيسية للدستور محمد سعي توفيق كتاتني مستشار محمود الخضيري دكتور محمود الساقة دكتور محمد البلتاجي عصام سلطان حسين ابراهيم يوسر يهاني عشرف سابت عشرف سابت اعتقد بتاع السلفين الدكتور عمر الشبكي دكتور فريد اسماعيل دكتور عصام الاريان مرزوق انت طلعت مرزوق سامة ياسين شعبان عبدالعليم دكتور رحيد عبد مجيد صباح يصالح مش هسمع صوتك بقى دكتور عيب 900 جنيه ايه بتاع ايه الراجل يعني يعني عيب 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 لما يكون دكتور كده خلي بالك وتقول الكلام هو مقدم بقول قل لقناة الحياة انه سيقدم بلاغا للنائب العام دكتور كنت عايز تنسحب النهاردة من انتخبات عشار يعرف انك انت مهزوم ادي واحد اتنين بعد اذنك بقى يا عم احنا ناس انقلابيون خلاص احنا بتوضع تلاتين ستة اللي قلبنا حبيبك بساعدلنا البلد احنا الانقلابيون اللي قلبنا حبيبك وحبيبك بساعدلنا مصر لا لا بس سوا مع فور التلاتين ستة نسمع عليه من فضلك قال كده بالحرف الواحد لا انقلاب على الشرعية وانقلاب على محمد مرسي والرئيس الشرعي هتوم هم انت مش عندك يا بيه بعدين ده لخلق اخر جبها هتعبين نشوفها في قناة الجزيرة وقال كم ده في امريكا انت لسه بتكلمي عمر طيب نشوف نسمع عليه في وفص الوضع في مصر يمكننا ان نتحدث عن تعليق او تجميد للعملية الدمقراطية هي لم تفشل ولكنها مجمدة نحن نحاول ان نضع بعض النقاط على الحروف من اجل فهم الوضع الحالي في مصر ورئيس السابق الذي تملكها به ليس بطريقة دمقراطية اعتقد ان هذا يعني ان العملية الدمقراطية او التشب الديمقراطية ليست صحيحة هناك خطب فيها اعتقد انه محصل في مصر موسيقى موسيقى